طب على الأساس اللي حضرتك قلته يبقى معناه أنك كده في صداقة بين الولد والبنت بس يكون في عفاف ما هو كل المدارس المختلفة لا لا أصلي كلمة صداقة معناها احتكاك زادة عن اللزوم ممكن يبقى خارج حتى إطار العلم أو خارج وكدر الاحتكاك وكدر ايضا في الخطأ وانا عايز أسألك الصداقة دي اللي انت بتقولي عليها فيها عفاف ولا ما فيهاش عفافة هل فيها عفاف يبقى ما فيش حاجة اسمها زيادة عن اللزوم فقدت العفاف ما احنا قلنا اللي فقد العفاف يبقى غلط أنا مش عايز نقول كلام والكلام ما يطلعش دقيق الكلام ما يطلعش دقيق امتى لما نقول كده الصداقة بين الولد والبنت مباحة وبعد انت تفهمي ان الصداقة دي معناها الاحتكاك زيادة عن اللزوم طيب اهو ادام احنا قلنا مباحة وزيادة عن اللزوم يبقى عاملها ادام ربنا اوسعها علينا كده انما انا عطيتك ضابط تستطيع انك انت تحلي بيه كل حاجة اللي هي الحدود او اللي هو العفاف اللي هو اللي بيحط الحدود بين الناس يعني اصلي فيه بنات بتقول ده البست فرند بتاعي يعني ده ايه بقى ده ايه بقى في الموقع عارفة هي بتقول ليه كده انه ده البست فرند بتاعي بتقول كده لانها ما سمعتش الكلام اللي انا بقوله ده وانتو بترفضوا باعتبار انكم بتحسوا من جواكم انه ضد العفاف اه ايه بس خلاص اتحلت ما تيجي نفهم الناس من اولها انه احنا بشر مجتمعين اجتماع بشري عندي حد اسمه الجار وعندي حد اسمه ابن العم وعندي حد اسمه الاخ وعندي حد اسمه الزميل والرفيق والعلاقة بيني وبينهم هي العفاف فيقولك ده اصله ابن بلد كان زمان كده عنده اخلاق يعني يقول له شايف العيال اللي بتعكس البنات اللي هناك ديه قال له اه قال له طب يلا نقوم نضربهم علشان دول بنات حارطنا انت تحس بالانتماء تحس بان فيه حد بيدافع عنك يبقى ده شيء كويس مين اللي بيدافع عنك ده الناس اللي قاعدة في الحارة على القاهوة الناس اللي عارفة الاصول وان العلاقة هي علاقة العفاف اللي رايح يضرب اللي بعكس البنات ده وبيتحرش بيهم دفاعا عن بنات حارطهم ادي شهامة فاذا الامور والله واضحة بس احنا يعني فيه ناس بتتطرف من الناحية ديه فناس بتتطرف قدامها من الناحية التاني اشتركوا في القناة